لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا بحث هذا السيناريو هل السلطات العسكرية توفرت لديها معطيات ان الرئيس تبون لا يمكن ان يعود الى وضعه الطبيعي هل انها مجرد اجراءات احتياطية لما قد تقولوا اليه الامور بصفة مفاجئة من هو الشخص الذي سيتم اعداده ليكون خليفة للرئيس عبد المجيد تبون في حالة استمر هذا السيناريو كل هذه الاسئلة ما زالت لا نعلم عيها شيئا لكن المؤكد والذي نجزم به ان الاجتماعات التي حدثت مؤخرا درست سيناريو وفات عبد المجيد تبون استقالت وجوبا او اختيارا ايضا عجز عن ممارسة مهامه بصفة صحية بقاءوا علىها وضع الوضع لان الحديث الذي دار على ان بقاء الوضع هذا الى مدة طويلة سيتسبب في خلخلة الوضع وربما يؤدي الى المواجهات او شيء مع الشارع او انتفاضة في الشارع او عودة الحراكة الشعبية كل هذه السيناريوهات اخذت بعين الاعتبار لان المؤسسة العسكرية ليس لديها استعداد الآن ان تخسر رصيدها السابق وتدخل في مواجهة مثلا مع الشارع او من هذه الامور كل الاحتياطات درست ودرست بجدية وما زالت محل نظر ودراسة وحتى احتقال الشارع ارع بسبب الدستور وبسبب هذه الاوضاع ايضا اخذ بعين الاعتبار المؤسسة العسكرية الآن في حالة طوارئ من اجل مواجهة كل السيناريوهات المختلفة وخلال الايام القادمة من المحتمل جدا انه سيجري لقاء مع شخصيات معينة وقد وضعت قائمة اذكر ان فيها بعض الشخصيات الذات الثقل لن نذكر بعض الاسماء حاليا ونتحفظ عليها ولكن ربما سنتحدث عنها في الايام القادمة هذا من جهة من جهة اخرى انه السلطة الان اتفقت قبل قبل الدستور تم الاتفاق على ضرورة اتخاذ اجراءات قوية فيما يخص كورونا وهذه تحدثت عنها قبل من قبل وهي بدأت تتأكد وستتخذ اجراءات تضييق قوية فيما يخص كورونا كورونا منتشرة في الجزائر وكما نعلم وصلت الى الرئيس وصلت الى مسؤولين كبار في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة ويجري التكتم عليها وصلت الى قيادات عسكرية وصلت الى مسؤولين في كثير من المواقع والادارات والوزارات اذا الاشكالية ان هذا الوباء تفشى بين الجزائريين والارقام التي كانت تقدم ليست ارقام صحيحة وستتصعد هذه الارقام في هذه الفطرة في الفطرة حسب السيناريو الذي تم اعداده لذلك يحاولون الضغط الان بوباء كورونا واحتياطات كورونا من اجل محاولة عدم اندفاع الشارع او اندفاع المواطنين واندفاع الشعب الى الشارع مجددا مما يخلط عليهم كثيرا من الاوراق هذه المعلومات التي وصلتني التي اردت ان انقلها اليكم اليكم وهي من مصادر ولا يمكن ابدا ان انقل معلومات الا الى جتني من مصادر موثوقة ومؤكدة اكدة جدا 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 فيما يخص الرئيس لهذه اللحظة التي احدثكم فيها لا يزال في المانيا لم تتم استعادته الى الجزائر هناك حديث انه تم تغيير مستشفى وهناك حديث انه لا يزال في نفس المكان لم تقدم له اي علاج سوى التنفس التنفس الاصطناعي لانه وباء كورونا ليس له علاج العلاج الذي يقدم للاشخاص بهذا الامر امر هو قضية التنفس الاصطناعي ومحاولة مساعدتهم على التنفس وطرق قضية المناعة لتنتصر ما فيش دواء رايح يخرج هذا الفيروس من جسد المريض ما فيش لهذه اللحظة لهذه اللحظة ما فيش دواء لذلك انه تقول رئاسة الجمهورية انه يستجيب للعلاج هم لا يقصد انه يستجيب لدواء ربما او ان يعني انه الوضع التنفس تبع والتنفس الصناعي هذاك يمر بسهولة لم يتوقف هذا التنفس حتى هذه المعلومات واكدها وهي صحيحة ان الرئيس يتنفس اصطناعيا ولكن لا توجد اي اشكالية في دورة التنفس غير الطبيعية الاستطناعية لا توجد اي مضاعفات لكن قد تكون مضاعفات لاحقة وربما قد يتعافى تدريجيا اذا تمكنت المناع الموجودة لديه من القضاء على هذا الفيروس الذي ان اقعد شخصا بهذه الطريقة وادخله في غيبوبة وسبب له مشكل في صدره وخاصة الرئيس اصلا عنده مشكل في صدره بسبب التدخين لا يمكن ابدا ان يعود الى وضعه الطبيعي الا بارادة من الله وطبعا دائما نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبوت اشكركم اخواني الكرام على حسن متابعتكم واهتمامكم وادعوكم الى نشر هذا المقطع والى تفعيل الجرس والمشتراك في هذه القناة ليأتيكم الجديد نحن نحرص على ان نأتيكم بالمعلومات المفيدة والنافعة وتأكدوا يقينا عندما نأتي اخبار من المؤسسة العسكرية فنحن لسنا نتحامل عليه بل نكن لها كل احترام وكل تقدير ولكن عندما كانت في عهد القيد صالح في السنة الأخيرة قامت بأشياء غير مسبوقة تاريخيا أشدنا بها في كل العالم والآن ارتكبت بعض الأخطاء لا يمكن أن نسكت عنها وإن صححت المسار فنحن دائما مع مؤسسة العسكرية شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر